بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة اليوم نتحدث عن يونت 11 How long have you been رح نتحدث عن هذا التركيب ونشوف شنو ملاحظات مهمة بهذا اليونت ونشرح لكم إياها يقول we use present perfect نتحدث عن زمن المظاهر التام to talk about something that begun in past حتي استمر بالماضي حدث بالماضي ولكن بنتيجة أو حدث استمر إلى الحاضر هذا هو المرارع المستمر وإحنا أخذنا فمثلا أقول he has been in the hospital كان في المستشفى حدث بالماضي واستمر إلى الحاضر يعني هو انكسرت رجلة مثلا لا سمح الله بعدين اش صار به الحدث ثم بالماضي وانتهى الحدث بعدين اش سوى ظل بالمستشفى إذن الحدث ظل الحاضر استمر هذا هو فكرة المضارع التام الجملة الثانية يقول we have known each other for a long time إحنا نعرف واحد الثاني لمدة طويلة طبعا هنا الwe فاعل الhave هذه مضارع تام ليش استخدمنا مضارع تام شوف المعنى يقول احنا نعرف واحد الثاني من مدة طويلة الحدث تم بالماضي ورا ما عرفته ظلينا مستمرين نعرف واحد الثاني لحد هاي اللحظة فهذا هو الفكرة تزامن المضارع التام طيب هنا المضارع التام المستمر واللي أخذناه بالمحاضرة السابقة بأنه حدث باستمرارية وهنا أريدك تكتب لي ملاحوة هناك أفعال تدل على الاستمرارية هناك أفعال تدل على الاستمرارية دائما هناك أفعال تدل على الاستمرارية دائما اللي هم learn يتعلم طبعا learning هاي بي استمرارية مبين أيضا مثلا عندي wait انتظار هذا أيضا استمرارية training المطر هذا أيضا بي استمرارية doing العمل أيضا باستمرارية فكل فعل باستمرارية راح ناخذ ويا ال-ING يعني زمن المضارع التام المستمر زمن المضارع التام المستمر فاكتب لي ملاحظة وجر لي خاط جوا هالأفعال وحفظ ليهم وأيضا أذكركم الملاحظة اللي أخذناها يمكن خمس مرات هالمره السادسة الأفعال اللي هما like و love ويحب ذن الأفعال ما يصير ناخذهن بزمن المضارع المستمر يعني ما يصير أقول مثلا هذن الأفعال يعرف وال like ويزمن المضارع التام حتى لو أجتني أداة للمضارع التام المضارع التام المستمر like يعرف ممكن تيجي بالمضارع التام ولكن مضارع التام مستمر ما يصير راح أيدهن الأفعال ذو لا يعرف ولايك ويحب وذن الأفعال يطيركم إياهن هذن الأفعال ما نستخدمهن ويزمن المضارع التام المستمر إطلاقا خلينا نكتب بعد ملاحظة يقول بالنسبة للفعل live يعيش وكعمل هذول الأفعال مو مشكلة نقدر نستخدمهم ويزمن المضارع المستمر ويزمن المضارع التام المستمر فإذن الى فعلين مو مشكلة يعني كتب ليهن يمك معلومة وطبعا ذارد عن في أقول I haven't ذارد عن في ال have أقول I have not هاي ملاحظة من تكيها وإحنا ما أخذين حالة النفية أصلا متحدثين عنها فهذا كل ما يوجد بالنسبة الوحدة الحادي عشر الوحدة الحادي عشر وهنا طلابنا العزاء يعني أريدك تنتبه على شغله أنه بالامتحان يجيب لك جمل مثلا يقل لك صحيح الخطأ قال لك how long have you been أفوا مثلا نون يعرف وينها لا بالكتاب هستنطكم إياها بالكتاب بطي هذي قال لك هاي الجملة قال لك how long have you been نونج how long have you been نونج اللي يعرف حاط لها آي أنجي من حاط للي يعرف آي أنجي هنا نونج آي أنجي شسواها مضارع تام مستمر وإحنا ذي قلنا بأنه نون يعرف ما يصر يوم المضارع التام بالمستمر رح يقل لك صحيح الخطأ أنت تسويها مضارع تام ما تسويها مضارع تام مستمر أو مثلا هاي الجملة قال لك I have been having هو قال لك not يعني ما يصر استخدمه قال لك I have been having قال لك صحيح الجملة أنت تقول لك I have had سوناها مضارع تام ما يصر يسويها مضارع تام مستمر لذول الأفعال ما يصر نتخدمه بزمن المضارع التام